قام أكثر من مئة مسلمة مسلمة بزرع ما يقرب من ألف شجرة خارج مسجد تحت الإنشاب مدينة فورت ماكموري الكندية في إطار مبادرة إسلامية لزرع ألف شجرة خارج المسجد مع اقتراب الانتهاء من بناء المرحلة الأولى تشتمل المرحلة الأولى من بناء المسجد الجديد على قاعة كبيرة للصلاة بالإضافة إلى صالة رياضية وما زال العمل في الطابق السفلي والثاني للمسجد مستمرا إلى الآن وبصفته مديرا قال المحمد الزبيدي في تصريحات صحفية أن وجود الأشجار والمسحات الخضراء في أرض المسجد يعد جزءا من الثقافة الإسلامية بالإضافة إلى أنه مفيد للبيئة وللمجتمع وتبع حديثه عن همية زراعة الأشجار خارج المسجد مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قامة الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فالإستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها وأشار إلى أن ما يقرب من ألفي مسلم ومسلماء يصلون داخل المسجد الجديد أسبوعيا بينما يصل المسلمون الآخرون في مسجد وسط المدينة أكد الزبيدي أن المجتمع الإسلامي في مدينة فورت مكموري الكندية ينمو باستمرار وهذا يعد سببا رئيسا للتفكير في بناء مسجد جديد يستوعب أعداد المصلين في المدينة الكندية وأضاف أن مساهمة المسلمين في زراعة الأشجار حول المسجد تجربة رائعة للغاية خصوصا مع مراقبتها ومشاهدتها تنمو يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر